هذه المجاة في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصابين وصلوا حتى هذه اللحظة إلى 128 مصابا على حد قول رئيس هيئة الإسعاف في القاهرة كانت هناك مناشدات من شيخ الأزهر بوقف جميع أشكال العنف وطالب الجميع بالعودة يقصد المتظاهرين والمعتصمين بالعودة إلى ميدان التحرير والتظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى العنف حيث أن دم المسلم على المسلم حرام على حد تعبير بيان شيخ الأزهر كما ناشد أيضا البيان العلماء والحكماء والسياسيين وقوى المجتمع المصري أن يتدخلوا فورا لأنهاء هذه الفجيع التي تشوه المشهد الوطني كله على حد تعبير بيان شيخ الأزهر أيضا حركة شباب السادس من إبريل كانت قد أعلنت انسحابها من ميدان العباسية في وقت مبكر من مداية الأحداث وأدانت الاشتباكات وأدانت العنف ونفت أن يكون بعض أعضاء حركة ستة إبريل شاركوا في استخدام العنف أو الاحتكاك مع قوات الشرطة العسكرية في محيط وزارة الدفاع أعود إلى حلقة اليوم من برنامج سياسة في دين حيث حالة من القلق بدأت تسود السياحة السياسية في مصر الآن على ضوء ما تحدثنا عنه من تصاعد أحداث ميدان العباسية والمنطقة المحيطة بوزارة الدفاع مشاهدين يبقى سؤال رئيسي ما هو موقف القوى الإسلامية من هذه التطورات وإلى أين تتجه الأمور ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة الرهنة نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور هشام أبو النصر أمين حزب النور الأسبق في محافظة الجيزة وأحد مسؤولي الدعوة السلافية في الجيزة والذي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله للعمل السياسي وتفروه التام للعمل الدعوي أهلا بك دكتور هشام معنا أهلا بك فرضت أحداث اليوم الحقيقة طبيعتها على هذا البرنامج لكن سأبدأ معك بسؤال هل بالفعل يتحمل التيار الإسلامي جزء مما نراه الآن خصوصا أن بداية الاعتصام بدأت من بعض أنصار حازم صلاحة بوسمايل والتوجه الحقيقة قوة أخرى والتوجه إلى بالمقربة من وزارة الدفاع هل نستطيع أن نحمل التيار الإسلامي كفصيل من هذا التيار هو الذي بدأ الاعتصام بالقرب من وزارة الدفاع دكتور هشام الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين هو الحقيقة أنا مش عارف ليه دايماً التار الإسلامي بيكون كبش الفدى وليه دايماً التار الإسلامي بيتحمل ما لا يطيق يعني الحقيقة حصل عند محمد محمود أحداث مشابهة لهذه الأحداث وأنا مش ببرر هذه الأحداث يعني أنا كنت مع شباب المعتصمين يوم الخميس وطلبت منهم النزول للتحرير ده أفضل وأحسن وحاولت خاطب الشباب بلغة الشباب وأكلمهم وطبعاً كان فيه عدد كبير جداً من التارات الثامورية والسياسية اللي موجودة بالإضافة إلى جزء أو فصيل من التار الإسلامي اللي حارك أشارت إليه قبل أن تكمل فقط دعني أن أنوه مشاهدينا ما نراه الآن على النافضة التي بجواري على شاشة الجزيرة مباشر مصر هي مسيرة تنطلق من ميدان رمسيس في اتجاه ميدان التحرير مسيرة انطلقت من ميدان رمسيس بالفعل في اتجاهها الآن للوصول هنا إلى ميدان التحرير بالتأكيد اعتراضاً على ما حدث اليوم في ميدان العباسية وعود إلى ضيفه شان أبو النصر وسياسة كده فضل دكتور فأقول دائماً ليه الطيار الإسلامي يعني بيفترض أنه يدفع الفاتورة علماً بأن الطيار الإسلامي بيحاول التهديئة وأنا أعتقد أن من بداية الأحداث لغاية النهاردة الدعوة السلفية والسلفين ماشيين بمنهج راقي جداً كان أمن الدولة قبل كده بيحاول يقول إن احنا الطيار خطير جداً ولو اشتركوا بس رفعوا ديهم عننا حنسبب مشاكل كتيرة وحنولع في الكنائس وحنعملوا نزول من البداية خلاص الحمد لله رب العالمين احنا شكلنا لجان شعبية لحماية الكنائس في الأسكندرية وقرارة وكل المحافظات ودكت تعليمات الدعوة إن احنا لابد من التعامل برفق والين والين الجانب ده أصل والسماحة في الإسلام يعني لها وجود عريض للغاية والحمد لله رب العالمين التعامل الإسلامي ماشي بخطوات السحفاء في التعامل مع الأحداث ما بيحاولش يسبب ركة للمجتمع بيحاول يجي على نفسه قوي بيتعامل بقرارات فيها شيء من الهدوء والتأني والتروي في صالح المواطن المصري في المقام الأول لأن احنا همنا جداً المواطن المصري مع الحفاظ على فكرتنا ومشروعنا الإسلامي اللي احنا بنعتبره إنه أصلك بين جداً قبل ما هندخل في تفاصيل ما حدث اليوم الحقيقة فأنا عايز تعقيبك على المشهد برمته ما حدث اليوم من اشتباكات وصلت إلى أكثر أو ما يقرب من 130 مصابة لا أنا عايز أعقب من ثلاث أيام يعني أنا متأثر جداً جداً أنا خطبت الشباب وأنا كنت أتمنى جداً من أولادي أنا خلينا أتكلم بلغة الأب اللي هو حب الأولاد وجبيلة ولغة الأخ الكبير اللي هو مفتور على إنه يحب أولاده والشباب دي جزء مننا سواء كانوا في الجيش أو سواء كانوا شبابنا دول كلهم جزء مننا جزء اللي يتجزأ مننا ولا نرتضي أبداً أن يسيل هذا الدم المسلم بهذه الطريقة أنا هذا الأمر إحنا فزعنا من أجله ولما سمعنا أن فيه 15 قتيل جيرينا بسرعة على ناك وبدأنا نكلم الشباب وخلاص إرجعوا أربوكم للتحرير حقناً للدماء فطبعاً الشباب كان في منتهى صورة أنت ذهبت يا شيخ بنفسك آه ذهبت بنفسي وتكلمت مع الشباب وطلبت من الشباب كلهم قلت لهم طبعاً أنا عارف أن أنتوا ما بتحبوش حد في اللحظات اللي زي دي يواجهكم ويقول لكم انزلوا أو ارجعوا لكن بلاش إن احنا ننظر من منطلق العمالة والخيانة والكلام ده خالص أنا جاي النهاردة أكلمكم بصفة الأخ الكبير والأب بقول لكم لو سمحتم ارجعوا ميدان التحرير أرجوكم بلاش نقرب من وزارة الدفاع هو القضية احنا مش هيرضينا أبداً إسقاط هيبة البلد في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وده اللي كان بيخلينا نتحرك برضو لمحمد محمود لكن في نفس الوقت اللي أنا أرتضي أبداً أبداً إسالة الدم بهذه الطريقة اسمح لي فضل بعد ما وجهت لكم النداء ده واتحورت معهم يلا رجعوا باعتصامكم لميدان التحرير كان رضوهم عليك إيه؟ ما كانش في استجابة وكان الشباب ثائر جداً وكان بيقول إحنا في قتل مننا عدد ولازم العدد دوت لازم النهاردة الطلبات اللي إحنا بنطلبها دي واستجاب ولو لجزء من هذه المطالب ونتأكد إن إحنا في طريقنا للثورة الحقية لأن اللي حصل ده ليس إلا فورة ولا يسمى بثورة فده كان خلاصة كلام الشباب يعني اللي كلمناهم كلهم قطاع منهم الحمد لله بقى يكلمني على جنب ويجي يقول لي يعني أنا أمشي يعني أنا أرجع كنت بقول له آه أرجع حبيبي ويقعد في الميدان ما فيش مشكلة خالص والثورة دي أهم مكانة يميزها أنها ثورة سلمية والثورة عادة في الثورات أو في المظاهرات أو في الاعتصامات بيبقى مناخ جيد لوجود بعض المندسين لازم يتمكنوا مثل هؤلاء اللي بيحاولوا النهاردة التخريب وبيحاولوا النهاردة استغلال الموقف الشائج دوت علشان يحققوا بعض الأهداف الشخصية أو بعض الأجندات اللي بتوحمل داخل مصر لتهديد أمن مصر القومي من جهة وللقضاء على ظهر شباب مصر لأن النهاردة الشباب اللي عمال يموت ده النهاردة هيكلفنا كتير قوي أنا قلت لواحد من الشباب يعني أنت النهاردة تسوي كتير قوي وانت سروة قومية خسرتك خسارة أرجوكوا فكروا بشكل جيد وأنا طبعا مش حقدة أرفض عليكم حاجة أنا كنت أتمنى تكون لإستجابة سريعة أنا كنت رايح متصور لللي موجود واسمحلي أن أنا أخاطب الإعلام وأقول للإعلام الطاقي الله يعني كان اللي موجود اللي أنا رايح متصوره أني من كنت بشكوته طريحي الفراش وكنت بسمع من الإعلام لمدة 3-4 أيام أن اللي موجودين فاصيل معين بعينه يخص مرشح معين حازم صلاحة بوسماعيل وهم موجودين وحيولعوا الدنيا عشان موضوع حازم داويت فلما رحت لقيت كل التارات السياسية موجودة كل تجاهات التورية موجودة الشباب السلافين اللي موجودين اللي هم جزء من حملة الشيخ حازم كما يقال أو غيره أنا ما سألتهم شي لقيت دول ودول 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 وكلمت الجميع وتحاورت مع الجميع ما كانتش القضية قاصرة على شخص بعينه مع اعترافي وإقراري الكامل اللي بدأت في التحرير كانت اللابنة بتاع الشيخ حازم صلاحة بوسماعيل الشباب اللي كانوا موجودين كانوا يخصوا الشيخ حازم إحساسهم بالقهر أو الظلم هو لدفعهم للنزول وإحساسهم بأن الرجل اللي هو بيمثلهم دا صادق الشيخ حازم أقصر لهم أربع مرات قدام مجلس الدولة أن رجل أمه ليست بأمريكية فده خلى الشباب يتحفزوا أكتر الشهاد في القضية أن دي كانت اللابنة الشباب اللي كانوا موجودين هنا لكن هناك في العباسية لقيت كل الطواقف وكل الأفكار وكل الاتجاهات والمناحي كلمنا كل الشباب لكن كان دا موقفهم قلت إن شاء الله تتكرر الزيارة مرة أنا أنا أتو عايز أقول فشل اللي أنتو فشل في السيطرة على مجموعة من الشباب وأقصد تحديدا شباب الطيار الإسلامي إلى أي يعني غض النظر ينتمي إلى أي طائفة داخل الطيار الإسلامي ليه مش قادرين تسيطروا على هذا القطاع وهذا الجزء من الطيار الإسلامي والحقيقة أنتو كمشايخ بتمثلوا عندهم يعني الحقيقة واجهة قوية وطيبة وبيسمعوا كلامكم حتى يعني كانوا منتظرين أنتو هتدعموا من في الانتخابات الأسية عشان هم من يروحوا وما زال الحفظ للحياء طب ليه في اللحظة دي فشلت أنا عايز أقول لها رأك إن الدعوة السلفية بتتميز بإن أبنائها تعودوا وتربوا على إنهم يحترموا مشايخهم ويقدروهم جدا جدا ويتجلوهم والفاهم ده انتشر للسلفين عموما إن بقى فيه تقدير للمشائخ لكن هي القضية لما تطلقى أولا الثورة مع الشباب بيبقى صعب النهاردة احتواء الكلام ده وخصوصا لما بيكون فيه أفكار مختلفة والتفاقات مختلفة والشباب بيؤثر في بعضه جدا وممكن نهاردة يسمع كلمة فيارق وخلاص الحمد لله هيبدأ يتحرك فييجي واحد من ورا خلاص مشيت بيعت القضية بيعي وبيعي وديع ومش عارفوا الكلام ده الغريب ده اللي اسمعته برضه في محمد محمود فتلاقي الشاب من دول تراجعتين وحس إنه هو لا مش هيقدر إنه يخسر إخوانه ومش هيقدر يخسر الشباب ومش عايز يخزولهم وبيتصور بهذه الطريقة إنه هو أدى الدول اللي عليه وانه يدود أسألك بصراحة فيه طيارات كانت موجودة في المدان العباسية تحسب على الطيار السلفي الجهادي شفت ده بيعنيك لا مطلقا ده مقدرش أقول لكن أقدر أقول إيه النهاردة عموم الشباب اللي موجودين عندنا في محافظة زي محافظتنا الحمد لله عرفين كويس قوي وحتى بالشبه أو بالشكل مقدرش أصنف واحد من خلال دقية لي ومسألة سلفية جهادية والكلام ده برضو الكلام ده أنا مش عارف هل ده موجود سمعنا إنه فيه سلاحهم السلاح وشوفنا نهاردة كلنا بعنينا إن الولاد اللي كانوا بيدربوا بيدربوا بطوب بيستخدموا حجارة حجارة يعني ليه بتحملونا مال النطيق يعني حراك النهاردة لو شفت بيان دعوة السلفية النهاردة حضرتك أو سمعت حزب النور رفض النهاردة النزول ليه النهاردة درقا لهذه الفتنة ومنعا للمشاكل إنها تكبر أو توسع ده تبريل أو تصرر بعض المشاكل كان ليه رأي آخر البعض الآخر كان ليه رأي آخر إحنا كلنا قلوبنا مع الشباب وبنقيد النهاردة الحس اللي موجود عند الشباب في حقهم إنه هم ما يعيشوا غير ما إحنا عشتهم ويشموا هو نقي ويستنشقوا عبيل الحرية ويستشعروا الأمن والأمان تقييمك لمشهد اليوم والذي انتهى بحظر التجوال وسقوط عدد كبير من الإصابة أنا في غاية التأثر وفي غاية الحزن والحقيقة يعني يعني يمكن ده اللي جابني النهاردة أنا جاي عشان أوسل رسالة بعينها الحقيقة أنا خلاص كنت قررت قرار إن أنا مش هتعامل مع الإعلام خالص تماما لكن جيت النهاردة بس عشان أقول للشباب أرجوكم أرجوكم أنتو من نسبة لنا شيء كبير قوي ومهم قوي كفاية اللي حصل أرجوكم ارجعوا عمدان التحرير واعتصموا هنا اعتصام سلمي عبروا عن طلباتكم بشيء من الرقي الصورة بدأت سلمية حفظوا على نفسكم أنتو كنز أرجوكم بلاش تفرطوا في نفسكم بهذه البساطة وبقول ده من ناحية تانية بقول للمجلس العسكري أنت مسؤول قدام ربنا ثم قدامنا الوقت تقول لنا مين البلطدية اللي قاتلوا شبابنا ودبحوهم أنا شفت صورة ورهاني على تليفون واثنين وتلاتة هناك للشاب مدبوح والطبيب اللي قتل والشاب الطالب بتاع كله الطب اللي قتل أنا بقول للمجلس العسكري راخر مطالب بأنه هو النهاردة يقول مين دول وعملوا كده إزاي وإزاي قدروا يوصلوا للشباب دول ويحصل فيهم المجزرة الخطيرة اللي حصلت دي وفي نفس الوقت كمان برضو بقول تاني لشبابنا إحنا بلاش نهاجم النهاردة الأماكن اللي من خلالها نسخة هيبة الدولة بلاش نهاجم مزارة الدخلية بلاش نهاجم مزارة الدفاع أنت قضيتك النهاردة أنك ليك مجموعة من المطالب وشايف من وجهة نظرك النهاردة العسكر لازم برحله ودي وجهة نظر عادة كبير النهاردة من القوية السياسية بيتتفق عليها والنهاردة بيقولوا هنمشي 36 أيا كان ماشي 36 أنت بتعبر النهاردة عن طلباتك وأنا مؤمن تماما أن طلباتك دي شرعية للغاية خلينا أسألك في النقطة دي تفسيرك لحالة الغضب المتصاعد تجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني عدة عوامل هي عدة عوامل أنا خلينا أقول لك رأي الشارع يعني أقولي الشارع اللي بنسمعه كلنا إيه دايما الناس كلها بتتكلم والنهاردة وأنا فيه جزء كبير جدا من كلام ده أنا مؤمن بيه أنا شخصيا لما أنا النهاردة أكون عندي مجلس شعب عمال يصدر مجموعة من التشريعات النهاردة ومش لاقي حكومة تنفذها لما لاي احتياط النقد الأجنبي بتاعي عمال يقل بشكل خطير جدا ويخوف أن البلد دخل فيه نوع من الهيار واحتياط النقد الأجنبي ده بيدخلنا فعلا إفلاس فيهم من الأيام لما لاي مجموعة من الأزمات الممنهجة والمفتعلة موجودة عندي زي البنزين والسولر والغاز وغيره لما لاي عندي النهاردة قتلت الثوار لم يحكموا إلى هذه اللحظة غصب عني سيتسلل إلى قلبي الشك سيتسلل إلى قلبي الشك والريمة أمر طبيعي جدا جدا النهاردة إن أنا أحس بدا الشباب مش قادر يلاقي إجابة لازم يخطبوا عقل هؤلاء الشباب ويقولوا لهم إجابة أمر مهم جدا الشباب النهاردة مش عايز المجلس يمشي النهاردة مش عايز هذا الخواء السياسي بس عايزوا يمشي في 36 زي موعد ده كلام الشباب مشوا الناس في 36 زي موعدوا إلغوا المادة 28 بتدبع حصانة مطلقة لللجنة الرئاسية يعني دي الطلبات اللي بتتقال وفي نفس الوقت كمان أنا شرحت لحضرتك رؤيتنا كلنا النهاردة كعوامل ناس كمواطنين عاديين جدا جدا النهاردة أنا شايف قدامي إن بلدي ما بتقدمش خالص وشايف آه في إحنا قمنا بثورة ولازم نتحمل شوية ولازم ندفع التمن بس ليه ما نتكتفش كلنا عشان نحل الأزمات خليني بس أؤكد على هذا الخبر العاجل والذي ورد الآن على شاشة الجزيرة مباشر مصر اشتباكات في محيط مدرية أمن السويس والقبض على خمسة أشخاص نشبت مشاهدين اشتباكات في محيط مدرية أمن السويس والقبض على خمسة أشخاص وسنوديكم أولا بأول بتفاصيل هذه الاشتباكات والوضع هناك في السويس حال وصول إلينا أي معلومات جديدة دكتور هشام فيما يخص المادة 28 الحقيقة بما أنك فتحت الموضوع دوت المادة 28 موجودة من ساعة ما طلع الإعلانة دستوري في 33 من العام الماضي هل لما مست أحد رموز الطيار الإسلامي تحديدا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يعني خرجت كل هذه الفورة والطورة وللحقيقة أنا عايزة أسمعها بسرعة تقيق يعني رؤيتك هو سؤال رائع سؤال رائع يعني أنا مبسوط جدا جدا أن الحركة بتصير معي الأسئلة دي أنا عايزة أقول أن موضوع الشيخ حازم الإعلام الداله حجم أكبر من حجمه بكتير خلاص هو القضية انتهت وراجل نهاردة قيل كذا وهو رد وأقسم وانتهى الموضوع النهاردة وخلاص الشيخ حازم أعتقد أنه هو النهاردة يعني خلاص الأمر بقى بالنسباله قدر ده ما شاء أفعل الموضوع بسيط خلاص مش لازم ياخد الحجم ده قضية المادة 28 يعني أنت عندك معلومات أكيدا أن الشيخ حازم خلاص تراجع عن موقفه أنا شايف أن الشيخ حازم خلاص مسلم تماما للأمر وده لأنا مستشعره ما عنديش دليل أصلا أقدر أقول من خلاله الشيخ حازم هو شخصيا قرره إيه يعني أنا ما عنديش ما يثبت هو راجل قرر إيه أو بيعمل إيه أو ما عنديش الكلام ده لكن لا أقدر أقوله النهاردة أني مش هي قضية المادة 28 نهاردة لما أثيرت كان ممكن يكون الشيخ حازم والدافع في إثارتها الشباب لكن النهاردة طلاقت الكلام ده مع إرادة الشعب والقوة الثورية اللي موجودة كلها نناقش الناس ونشوف إزاي يحصل تبديل وتوفيق ونحاول نقرب شوية ونحل أنا بس بقول كل المشكلة النهاردة حل المشاكل بيعتمد على حدثين بيعتمد النهاردة أن فريق ييجع نفسه شوية وفريق ييجع نفسه شوية وتتحل كل المشاكل لكن النهاردة أن إحنا يعني فريق يصر على موقفه بشكل أو بآخر إصرار شديد وفي شيء من التعنط يعني سمحني فقط أعقب على ما يحدث الآن في ميدان التحرير هي مجموعة من الشباب الآن بالقرب مني تماما وهما الشعب يريد إسقاط الرايات وكأنهم يبحثون عن أن نعود لراية واحدة هي راية مصر كما كان حدث في يعني الأيام الأولى للثورة المصرية إحنا في حاجة لده دكتور الشاك طبعا ما في الشك إحنا محتاجين إحنا النهاردة نتآلف ونتوحد كلنا على مطلب واحد استقرار بلدنا أمن بلدنا الحفاظ على ديننا الحفاظ على وطننا لازم نكتمع ونلتف جميعا حوالين هذه المطالب قضية اختيار الرئيس الجمهورية النهاردة مع إن ده شيء مهم للغاية لأن بقت قضية نسبية جدا بالمقارنة مع الحفاظ على أمن الوطن وأمن المواطن وحياة الوطن وحياة المواطن من رأيك إيه هي ضمناتنا ذات الانتخابات انتخابات الرئاسة وتشكك كبير في مسألة إن ممكن الانتخابات تشوه بشكل أو بعخر يعني أول حاجة عندنا أنا شايف إنها مهمة قوي جزئية إن يبقى الانتخابات في اللجنة الفرعية يتعمل في اللجنة الفرعية ويسمح للمندوبين بالتوابط تاني حاجة النهاردة حيبقى عندي إمكانية الطعن على اللجنة الرئيسية في المحافظات لأن أنا ما عنديش إمكانية طعن على لجنة الرئاسة نفسها ففي إمكانية طعن على لجنة اللجنة ويبقى كمان اللجنة النهاردة تتعامل بشيء مش شفافية وتقول والله يا جماعة إحنا حنسمح لواحد ممثل لكل رئيس جمهورية يحضر معنا الرصد والتجميع أنا أعتقد إن ده يبقى شيء رائع لو حصل النهاردة إن في اللجنة الفرعية اتعملت الفرز اتعمل في اللجنة الفرعية وتختمت وسمح باللجنة النهاردة بالحصر وفي اللجنة الرئيسية تم عمل الرصد والتجميع وسجل هذا أنا أعتقد هذا بشيء رائع قوي ويخلل الناس تشعر بالأمان نعم نعود مرة أخرى لأن الحقيقة عايزة عود لإعلان حضرتك أعلنته منذ عدة أيام أعلنت بشكل صريح وواضح اللي أنت اعتزلت العمل السياسي من وجهة نظرك هار رأيت أن حزب النور السلفي والذي تنتمي إليه وانت أمين الحزب في الجيزة انحرف مثلا عن مبادئ الدعوة السلفية ولذلك تركت الحزب وعودت مرة أخرى لموقعك كقياد للدعوة السلفية في محافظة الجيزة ما الذي حدر؟ أولا حزب النور لم ينحرف وإن شاء الله تعالى لن ينحرف لأن حزب النور له مرجعية شرعية وإن شاء الله تعالى نأمل في الله عز وجل أن يفضل حزب النور بنفس القوة وهو إن شاء الله تعالى أنا بعتبره المولود الذي ولد عملاقا حزب النور أنا تركي للحزب مش تركي للحزب ذاته أنا ابني من أبنائه وعضو مؤسس فيه وبغض النظر عن كوني كنت تقعد وهي عليا وأمين محافظة رئيس قطاع كل الكلام ده كله مش ده اللي بيربطني بالحزب أبدا اللي بيربطني بالحزب رابطة الدين يعني رابطة دم أنا ابني من أبنائه وجزء منه وهو جزء مني ولكن أنا النهاردة اعتزلت هذا العمل اعتزالا كاملا خلاص أنا ما عنديش رغبة خالص في السياسة أنا بدأت خلاص أرى من وجهة نظري أن اللي إحنا فيه ده فتن هي دي الفتن التي تموج كموج البحر كما عبر عنها صلى الله عليه وسلم هي دي الفتن التي يكون فيها الماشي خيره القاعد خيره من الماشي والماشي خيره من الراكب هي دي الفتن اللي أنا أقلع على نفسي جدا جدا منها وبالتالي بدأت الحمد لله أستخير وبهدوء خدت القرار لكن أنا يعني زعلان جدا وحزيني أن الإعلام بيحاول يستفيدوا الموقف ده ويحاول أنه يوجد صدع ويقول فيه ده الدكتور يشام مش عارف عمل ايه ده حصل إيه وكل كان ده كذب يعني عايز أقول له حضرتك حتى كلام بعض قيادات حزب النور أن اللي عمله الدكتور هشام كان شكل من أشكال الشو الإعلامي الحقيقة أنا أريته وأنا مش عارف مدى صحة هذا الكلام وأنا بواجه لك استقال ده دلوقتي هل في حد من القيادات الحزب النور اللي عمله الدكتور هشام ده كان شوء إعلامي قيادات الحزب أرقى من ذلك بكثير هو اللي قال ما قالش شوء إعلامي خالص هو اللي قال كده الوكيل الأول للمحافظة قال الدكتور هشام استقال استقالة إعلامية يعني ما بعتش استقالة رسمية لإدارة الحزب ده اللي قاله الراجل ما قالش إن شوء إعلامي خالص وقيادات الحزب عندنا في منتهى الأدب وفي منتهى الرقية الأخلاق وهذا الكلام لا يبقى لأبدا اشتركوا في القناة